بتسد ان هاي افخم وصفة فلافل راح تعملوها بالبيت وتقوموا زي باخر الليلة تقلوها وطلعوا مقاحلاها من جوا وبتسدوا انه المشكلة بشيتها مش فيه انا بالعادة والله ما بحب اكل كتير بس لما تبرد الدنيا بحس حالي جوعانة وما تجبت كاعك من صلاح الدين حطيت شوية حموص طرت حبات فلافل وشوية صلاطة بطحينية والله وطلع ما عايز اندوشة كتير زاكية ومع كاسة شاي كانت بتشحي الوصفة بالبداية بحط خمسمية جرام من الحموص المنقوع لليلة كاملة منقوع مو مسلوق طفيت عليه ثلاث حبات من التوم بصلي صغيرة نصف كوب من البصل وشوي من الكزبرة الخضرة وحطيت عاهم كزبرة معلقة كبيرة كمون معلقة كبيرة وملح وفلفل اسود وشوية بابريكا طحنتهم كتير منيح وضفت عليهم معلقتين ثلاث معالق من المي وانا حطيتهم محضرة الطعام اللي جبتها وبيت جنن من ايدسون هاي افخم محضرة الطعام اجربها شوفوا قدي العجيني صارت نعمع فكرة ما اختت معي اكتر من دقتين ابل ما ابلش اقليها بحط معلقة صغيرة من الباكينج باودر عشان تنفوق تطلع بتجنن والله حوالت اعمل فيها مع المتفلافل بس ما زبط قليتهم بزيت غزير وطلعوا بيشه ومستويين من جوه وبجننوا